مرحبا، اسمي لينا الحاج، أعمل كمرشدة صحية واجتماعية اليوم سأخبرك كيف نحافظ على التواصل الاجتماعي حتى عندما نترك مسافات بين بعضنا البعض الأمر أكثر أهمية الآن، ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك حتى نقلل من انتشار هذا الفيروس الجديد، تقترح مؤسسة الصحة العامة إجراءات مختلفة تحدد من التواصل بين الناس لكن من المهم أن يحمل الجميع مسؤولية الحد من انتشار العدوى أنا وأنت ينبغي أن نتجنب السفر والازدحام، تجنب المواصلات العامة في فترة الازدحام إذا كان الباص أو القطار هو خيارك الوحيد، فاجلس في مكان حيث يوجد أماكن فارغة من حولك على كل من يشعر بتوعك بسيط، عليه أن لا يسافر أبدا إذا كنت في عمر السبعين أو أكثر، فعليك معدم مقابلة الناس في الأيام المقبلة ينبغي عليك أيضا أن تبقى في المنزل قدر المستطاع عندما نمتنع عن لقاء الآخرين، نشعر أننا وحيدين وكئيبين أو حتى قلقين من الممكن أيضا أن نشعر بالخوف من أن نصاب بعدوى الفيروس أو أن يصاب أحد من أقربائنا لذلك أظهر حبك ورعايتك الكبيرين للآخرين من خلال امتناعك عن لقائهم تذكر أن الوضع عابر، وحتى إذا حافظنا على مسافة بين بعضنا البعض فلا يزال بإمكاننا الحفاظ على التواصل الاجتماعي إليك بعض النصائح حول البقاء على اتصال بمن تحب من الترائق الجيدة للبقاء على اتصال مع كبار السن أو المجموعات المعرضة للخطر هو إجراء مكالمة هاتفية أو محادثة فيديو هناك العديد من الأدوات المختلفة للاتصال الرقمي مثل سكايب، فيستايم، ميسنجر أو تطبيق واتس ساعد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عاما على بدء استخدام تلك الأدوات ولكن افعل ذلك عن بعد يمكن لأي شخص سليم الخروج ولكن يجب الابتعاد عن الآخرين وتجنب الازدحام إذا كنت أنت وأحبائك تستمتعون بتناول القهوة معا يمكن كذلك بإجراء محادثة فيديو على سبيل المثال ساعد أحبائك بأمور عملية كشراء الطعام والدواء تلقى المساعدة عندما تكون بحاجة إليها يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية إحضار الأدوية التي يصفها الطبيب لشخص آخر من خلال الخدمة الإلكترونية لهيئة الصحة إذا واجهت ضغطاً اجتماعياً للالتقاء بالآخرين فاخبرهم عن مخاطر التقارب الجسدي وأشر إلى ضرورة مراجعة قوانين هيئة الصحة العامة توصي هيئة الصحة العامة بأن يتجنب الجميع السفر غير الضروري داخل السويد على أي شخص يشعر بأقل قدر من المرض أن لا يسافر على الإطلاق إليك بعض نصائح إذا كنت تعيش مع أشخاص كثيرين في منطقة محدودة إذا كنت تعمل خارج المنزل اغسل يديك على الفور بالماء والصابون عند العودة إلى المنزل إذا أصيب أحد الأشخاص الذين تعيش معهم بالرشح أو التهاب الحلق أو السعال أو الحمى حاولا التواجد في أجزاء مختلفة من المنزل تجنبا تناول الطعام سوياً على كليكما النوم في غرف منفصلة لا تتشارك أدوات التنظيف والمناشف يجب على الجميع غسل أيديهم كثيراً بالماء والصابون للحصول على النصائح والإرشادات يمكنك اللجوء إلى موقع إدعش سبع وسبعين حيث ستجد معلومات عن الرعاية الصحية بعدة لغات موقع ريدا بورنان يوفر النصائح للأباء والأطفال باللغات الإنجليزية والعربية والفارسية والصومالية والتيجرينية إذا كنت من شريحة الأطفال أو اليافعين ستجد في موقع يومو.سي أماكن للتواصل في حال كنت بحاجة لدعم أو كنت فقط تريد التحدث مع شخص ما يمكنك الاتصال بهم مجاناً وبدون الكشف عن هويتك بعضها مفتوح على مدار الساعة والبعض الآخر لبضع ساعات في الأسبوع يمكنك التواصل مع الصليب الأحمر على الرقم 0771900800 للحصول على المساعدة والدعم إذا شعرت بالتوتر أو القلق بشأن فيروس كورونا يمكن العثور على روابط مباشرة إلى المواقع المذكورة أسفل الفيديو على موقع informahomesvaria.sa اشتركوا في القناة